نعم بارك الله فيكم هذه احدى الاخوات تقول زوجي لا يصلي بالمسجد ولكن يصلي بالبيت بدون عذر وأولادي الآن مثل والدهم وأنا غير راضي عن الصلاة بالبيت ما حكم فعلهم هذا رجل سوء والعياذ بالله في نفسه وفي خطته مع أولاده الواجب عليه أن يصلي في المسجد من سمع النداء قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض فإذا سمع النداء فيجب عليه الإجابة والحضور للصلاة مع المسلمين ويأخذ معه أولاده والذكور ويذهب بهم إلى المسجد إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز سن السابعة أما إذا كانوا بلغوا سن البلوغ فيجب عليه أن يذهب بهم وأن يلزمهم بالصلاة أما إذا كانوا بلغوا سن البلوغ